ساعة مساء بتوقيت الخرطوم معكم محمد السعودي وهذه مع الأحداث حيث نصلت الضوء دائما على أبرز القضايا المتداولة في أشياء السوداني مرحبا بكم حياكم الله كشفت هيئة والدفاع عن معتقلي لجنة إزالة التمكين عن انتهاكات حقيقية ترتكب في حق المعتقلين وأوضحت الهيئة خلال مؤتمر صحفي إن عقد مطلع الأسبوع بدار المحامين عدم معرفة الشخص الذي قام بفتح بلاغات في حق المتهمين ووعدت الهيئة في المؤتمر باسترداد حقوق موكلهم وفتحت الباب على مصراعي لكافة المحامين الذين يرغبون في الانضمام للهيئة إذن للحديث أكثر حول هذه القضية ينضم إلينا من الخرطوم وعبر الأقمار الاصطناعية الأستاذ إقبال أحمد علي المتحدث بإسم هيئة الدفاع علي المعتقلين مع قيادات لجنة إزالة التمكين سيدة إقبال مرحبا بك وأبدأ معك سؤالي مباشرة يعني اختلطت الأمور في مصطلح الاعتقال والبعض يتحدث عن أنها أوامر قبض وبلاغات مقدمة حدثينا أولا عن طبيعة الاعتقال والبلاغ الذي تم بموجبه توقيف قيادات لجنة إزالة التمكين في البدء مرحبا بيكم مرحبا بي غنات البلد وكل المزيعين والعاملين عليها حقيقي الشارع السوداني اختلط عليه كلمة القبض والاحتغال وخاصة فيما يتعلق بالمقبض عليهم في بلاغ أو أعضاء لجنة التفكيك تفكيك نظام الثلاثين من يوليو 1989 نحن نقول احتغال وليس غبط رغم أنه أي إجراء يتم بموجب الغانون يسمى غبط وأي إجراء يتم خارج الغانون يسمى احتغال المجموعة المحتغلة هي عددها لحد الليلة صباح الليلة 19 شخص نحن نقول محتغلين وليس مقبض عليهم رغم أنه في بلاغ مفتوح في مواجهتهم رغمه 17 ألف وربعمائة وتزعين لكن البلاغ ده بلاغ نوعه أو طبيعي حتى البلاغ جنائي لكن نوعه سياسي أول مقصود به عمل سياسي أكثر من عمل جنائي دي واحد ابنين هم بعض منهم مودعين بسجن سوبة ممنوع زيارتهم ممنوع التعامل معهم ما قابلوا محاملهم ما قابلوا أسرهم محرومين من أبسط الحقوق اللي يأخذها أو اللي يتلقاها المقبوض عليه في البلاغات الجنائية العادية إضافة لأنه المكان الموضوعين فيه أو سجن سوبة أصلا رغم أنه سجن كان بيوضع فيه المحكوم عليهم لكن في الفترة الأخيرة بقد بتستغلوا نيابة أمن الدولة في إيداع المحتغلين من المخالفين سياسيين أو يحتبرون مخالفين سياسيين لأنهما السوار لأن المغاومة أي زول عنده علاقة بالحراك في الشارع بيوضع في سجن سوبة طيب سيدة إقبال كي لا نذهب بعيدا هناك العديد من النقاط التي ذكرتيها تحتاج إلى توضيح بداية حتى وإن كنا نعلم قانونيا الفرق بين الاعتقال وإلقاء القبض أو أمر القبض نود أن نتعرف منك أكثر ولتنوير المشاهد ما الفرق القانوني بين الاعتقال وأوامر القبض وكيف وجهت هذه التهم وما قانونية هذه الاتهامات حتى هذه اللحظة لهؤلاء المعتقلين إنجاز التعبير طيب هي أصلا لحد اللحظة دي نحن لا نستطيع أن نقول في تهم لأنه ما في اتهام حقيقي في مواجهة المحتقلين ما في اتهام حقيقي هذه نقطة مهمة كويس هم مفتوح عليهم المادة 177 على 2 اللي هي خيانة الأمانة بالنسبة للموظفة العام رغم إنه في مجموعة كبيرة منهم ما موظفين عامين لدى الدولة دي واحد اتنين خيانة الأمانة بقول إنه زول دخان الأمانة في الحاجة الفلانية ما في حاجة محددة أقول إنه خان الأمانة فيها يعني في التحري الجزء اللي تحروا معه ما قالوا لي أنت خنت الأمانة في الحاجة الفلانية أو تصرفت في الحاجة الفلانية الموضوع عام ده دليل على إنه هم فصلوا هذه المادة عشان يوضعوا بيها الشباب دي أو السوار أو التنفيذيين في الحكومة الانتغالية الحبس ويسمى إنه أو هي تغليف سياسي احتغال سياسي بغلاف غانوني طيب هذه التوضيحات الآن التي تتحدث عنها بالتأكيد من سياق الخبر أن الهيئة التي تدافع عن هؤلاء المعتقلين تحدثت عن أن من يرغبون من المحاميين في الانضمام للهيئة فمرحبا بهم سؤالي هنا من أبرز المتهمين الذين تدافع عنهم هذه الهيئة الهيئة بتدافع عن خالد عمر يوسف بتدافع عن طه عثمان بتدافع عن محمد الفكي سليمان بتدافع عن عبد الله سليمان بتدافع عن خالد البشير ومتوكل خالد البشير ومتوكل محمد بشير وفارس يحيا ومحمد صلاح مجموعة من الموجودين في الحبس اليوم هل هناك مجموعة من لجان المقاومة التي تم اعتقالها مدرجة تحت الهيئة التي تدافع عن هؤلاء المعتقلين لجان المقاومة تم الإفراج عنهم بعد زيارة أدامة للسودان المفوض السامي بعد زيارة السودان تم الإفراج عنهم الجهة التي أفرجت عن لجان المقاومة بعد زيارة المفوض ألم تستطيع بذات السياق أن تسيروا في الإفراج كذلك عن المعتقلين الذين ذكرت أسماءهم الآن؟. نحن سرنا في التعامل مع المفاوض السامي لحقوق الإنسان. والمفاوض نفسه قابلهم. قابل المحتقلين في سيينسوبا. لكن أنا قبل قلت لك أنه هذا احتغال سياسي بصبغة غانونية. لما يكون الموضوع فيه علاقة فيه إجراء غانوني لمنظمات الحقوقية. والآن لا تستطيع تتصرف. لأنه هذا غانون البلد. طيب. ماذا قدمتم أنتم من طلبات قانونية للنيابة الآن؟. طيب. هذه البلاغات الممكن يتم الإفراج عن المحتقلين فيها. أو المقبوض عليهم بالضمانة العادية. قدمنا عدد من الطلبات بالإفراج عن المقبوض عليهم بالضمانة العادية. قدمنا عدد من الطلبات بإكمال التحري. في حد نفسه. يعني أنا عندي واحد من المقبوض عليهم له شهر. لحد الليلة ما تم التحري معه. إضافة أنه الناس لا تنسى أنه المتحري الحقيقي الذي كان شغال في البلاغ تنحى له أكثر من عشر يوم. الليلة البلاغ ده ما فيه متحري. فالنيابات النيابة متعصفة في استحضام حقها أو استعمال سلطة. مجموعة دي في الاحتغال بدون يتم التحري معاهم بدون تصدق لهم الضمانات العادية اللي ممكن تصدق لهم سواء بمغابل مالي أو بدون مغابل مالي. ما نعاهم من إنه يقابلوا محاملنا ومن لحد الليلة إحنا في بعض منهم ما قادرين نقابلهم. برأيك لماذا يتم التعصف من قبل النيابة؟ نحن نتوقع أنه في سلطات أعلى من النيابة مسيطرة على هذا البلاغ. لذلك أحد النيابة متعصفة في استخدام حقها. النائب العام ما خدت يده على البلاغ. النائب العام ما عنده سيطرة على هذا البلاغ. البلاغ ده في يد عضوية أو وكيل نيابة تلنيت غرارات التفكيك. البلاغ ده رغم أنه مفتوح في جهة. لكن الوكيل النيابة المباشر ما عنده علاقة بالجهة الفاتحة البلاغ. عنده علاقة باللجنة البتراجة قرارات لجنة التفكيك. فعشان كده البلاغ ده اليد المسيطرة عليه يد ما هي يد غانونية. طيب يعني فيما يخص لجنة اللجنة التي تم تكوينها لمراجعة قرارات لجنة إزالة التمكين حتى حولها الكثير من التباينات في الآراء سأتي إليك فيها. لكن دعيني أن تهي من هذا الجانب. يعني المعتقلون السياسيون كانوا قد دخلوا في إضرابات عن الطعام في الأسبوع المنصر. إلى أي مدى يمكن أن تشكل هذه الخطوة ورقة ضغط على الجهات المعنية للسير في هذه القضية؟ هم الإضراب عن الطعام كانوا استخدموه تضامنا مع المحتقلين السياسيين من اللجان المغاوم وصوار الشارع. كان تضامنا معهم. لكن هسا ببقى سلاح من الأسلحة الممكن أن الناس تستخدمها في يوم من الأيام إذا نيابة عصفت في استخدام حقها. يعني ما نستبعد أنه في يوم من الأيام المحتغلين يستخدموا سلاح الإضراب عن الطعام. يعني برأيك وسيلة ناجعة في الضغط على النيابة ومجتمع الدولي أنه التفت لغضيتهم. يعني سلاح الإضراب عن الطعام كان له الأثر والنجاح في الإفراج عن المعتقلين من لجان المقاومة. حقيقي كان له الأثر لأنه لما المحتغلين أضربوا على الطعام ومشين قابلنا النايب العام قال هو ما يعرف حتى ما كان عنده معلومة أنه في ناس محتغلين في سجن سوبة. بعد تم الإضراب على الطعام كلف لجنة مشت زارته مشافة الأوضاع وعرفة وضعه ومالحاص أن زيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان طبعا هي تأجلت بسبب العديد من القرارات وكنا قد تناولناها. لكن الأخبار رشحت عن أن زيارة المفوض السامي كان لها أثرا في الإفراج عن المعتقلين من قبل لجان المقاومة. ماذا فعلتم وما هي التحركات التي قمتم بها كذلك للفت نظر لجنة أو المفوضية السامية لحقوق الإنسان فيما يخصها أولئي المعتقلين. تواصلنا مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ووصلنا لها صوت بأن هناك محتغلين سياسيين مغلفة احتغالهم بالغلافة الغانوني ووضحنا لها أن هم منه المجموعة القالت للعسكر لا والوقفة في وجهها في يوم من الأيام وبيسببهم تم الحالة بتحت الإنقلاب من يوم 25 أكتوبر وضمش زارهم في المحتغل وعرف أوضاعهم ورفع أمس التغرير الشفوي اللي ترفع أمس لحقوق التغرير اللي ترفع أمس في المفوضية السامية لحقوق الإنسان كان بتضمن أحوال المحتغلين السياسيين طيب المحتغلين أعضاء لإنهاء التفكيك جميل في مجمل ما ذكرنا الآن يعني هل تمضي هذه التحركات وهذه القضية للأمام في الإطار القانوني أم أن هناك بعض القرارات التي أنتم ترونها نافذة على القانون تسيطر على هذه القضية نحن نرى أن في قرارات نافذة على القانون تسيطر على القضية طيب مثل ماذا هل لك أن تتحدث بإجاز يعني وإيصال أيضا صوت المطلب أو صوت الرسالة من هنا طيب أول ابتداء ابتداء وزيرا المالية صرح في واحدة من مؤتمراته أو في واحدة من لغاءاته بأن الوزارة المالية ما استلمت أي أموال من لجنة التفكيك التفكيك النظام ويؤكد أن هم تصرفوا في عدد من الأموال لصالحهم أو لصالح الجهات التي كانت مكلفاهم بالعمل فده دليل على أن الوزارة المالية عندها وفاتحة البلاغ لحد اللحظة لا نعرف منه وصفته واسمه منه تفاصيل وكذا اكتشفنا لاحقا أن الشخص الفاتحة البلاغ مفوض من وزارة المالية لكن هل وزارة المالية عندها الحق في أنها تفتح البلاغ أم لا عندها الحق لأن وزارة المالية دخل في لجنة التفكير بعدد من من ضمنها استرداد الأموال إدارة الأموال المستردة ومن ضمنها هي نفسها هي ذات نفسها عضو في لجنة التفكير سيد إقبال أعتذر عن المقاطعة وسأعود لإكمال هذه الصورة لكن هذه النقطة مهمة جدا قبل أيام وبصدد هذا الحديث من قبل وزارة المالية الذي له فترة ونحن نستمع من وزارة المالية بأنها لم تستلم ولا جنيها واحدا ولا دولارا واحدا من لجنة إزارة التمكين كانت هناك أوراق ثبوتية رشحت في مواقع التواصل الاجتماعي بأوامر بفك تجميد بعض الحسابات التي تم تجميدها من قبل لجنة التمكين وهذا جعل المحللين السياسيين يتحدثون عن أن ما قامت به لجنة التمكين هو صحيح وقانوني كيف تعلقين على هذه النقطة حقيقي ما قامت به لجنة التفكير كان صحيح وقانوني لأنه تم استخدام هذه الحق بموجب الغانون الغانون تم إصدار في الفترة الانتغالية ما جاء على لسان وزير المالية بأنه يعادة تجميد بعض الأموال بحقيقة يعني في فترة من الفترات وزارة المالية بعد انقلاب 21 بعد انقلاب 25 أكتوبر وضعت يدها على عدد من الشركات بدليل أنه هسا الليلة في المقبوض عليهم دل مفوضين من وزارة المالية لإدارة الشركات وأسا بعض من الشركات وبعض من الأموال تفكت لجهاتها التي تصادرت منها في فترة من الفترات يعني الكلام هذا حقيقي والكلام الذي يحصل دهس أو احتغال المجموعة من الأعضاء الإجراء التفكيك عشان ما الناس لا تعرف مصير الأموال التي تمت مصادرة طيب تغطيها الحاجة الحاصلة هذه النقطة نعود ونكمل ما تحدثنا عنه في سردك للقوانين التي النافذة التي تتخطى القانون العام تفضلي ما عليك عفوا كنت قد استوقفت قبل قليل للخوض والحديث في نقطة وزارة المالية لكن قبلها كنا نتحدث عن أن القوانين النافذة فوق القانون العام على هؤلاء المعتقلين واصلي في هذا الحديث نحن لا نستطيع أن أنها قوانين النافذة لكن نقول أيدي نافذة أو سلطة نافذة على الغانون بدليل أن البلاغ قد نقول أنها دفعتها وزارة المالية لكن وزارة المالية نفسها لا يعرف أن المجموعة خانت المال في شنو إضافة لأن هي غير خيانة الأمانة هي تكلمت عن سراء حرام ويتكلمت عن النغضة أجنبي تعامل بالنغضة الأجنبي ما في واحد من المعتقلين عنده نغضة أجنبي إدعامل به وما وضحت أنه السراء الحرام ذاته السراء الحرام المادة المفتوح بها بلاغ السراء الحرام ما واضح حياته مادة من الغانون في هذه النقطة تحديدا في حاجة مهمة شديدة سيدة لذلك أنا الآن أود أن أطرع عليك سؤالا في هذه النقطة تحديدا وما يخص السراء الحرام هل حقيقة ما صدر على لجنة مراجعة لجنة إزالة التمكين بأنه قد وجد بعض الأصول والمبالغ التي تم تجميدها والتحفظ عليها في حسابات شخصية لبعض من أعضاء لجنة إزالة التمكين دي كذباء كبيرة جدا بدليل أن الشباب دي اليوم قبضوهم إحنا من جيبنا دفعنا لهم قروش مصاريف في الدوم ولا حسابات ولا غيروها في واحد فيهم بيملك حساب ما في ولا واحد فيهم بيملك حساب لم يتم أو لم تجد هذه اللجنة أي حسابات أو أي أصول فيه ومبالغ في حسابتها إذا كان يجب لنا إفادة في البلاغ ويقول لنا في حساب فلانا فلانا يجب لنا البلاغ للمجتمع الدولي الذي يراقب هذه الأوضاع ويراقب الشأن السوداني إحنا ما قدمنا حاجة للمحاكمات ولا نتوقع أنه الناس الذين يودون المحاكمة ما نتوقع لأنه المحكمة أنا لما نأودي بلاغ المحكمة بيكون واضغة من نسبة نجاحي فيه هم ما عندهم ولا بينا في مواجهة واحد فيهم عشان يحولوا المحكمة عشان ما يتفتحوا دولياً طيب ماذا أنتم فاعلون؟ إحنا في الوقت الحالي هنشتغل على عدد من الجوانب هنشتغل على الجانب الإعلامي نوضح للشارع أنه الحاصل شنو في البلاغ ده ده واحد عندنا الجانب الغانوني برضو ما شين فيه عندنا الجانب الدولي ما شين فيه طيب الجانب القانوني والجانب الدولي هل لك أن تطلعين على بعض الملامح من الخطوات إذا أمكن يعني؟ الجانب الغانوني هي مذكرات هنقدمها هنستمر في الحاجة دي باحتوار إنه ده موادة من الغانون مفتوحة هنستمر فيها وعندنا طرق الدفاع بتاعتنا هنشتغل فيها الجانب الدولي هنخاطب المجتمع الدولي إنه ده احتغال سياسي وبدأنا في الحاجة دي ده إنه ده احتغال سياسي مغلب بالغانون وإنه الشباب دي الأصل بمقصود من يوم الإنقلاب من يوم 25 أكتوبر تم الجبض عليهم من إنقلاب 25 أكتوبر تم الجبض عليهم هم نفس المجموعة الهزة موجودة في الحراسة دي أو أغلبها هم الناس اللي اتقبضت يوم 25 أكتوبر يوم الإنقلاب وإنه ده جانب سياسي لتحجيم الشارع جانب الإعلامي شغالين فيه بدأنا بمؤتمر صحفي أول هنشتغل في الفترة الجاية توضيحات صحفية أو استصريحات أو كده الجانب الإعلامي هنوضح للشارع إنه الحاصل شروع في ما يتعلق بالبلاء نعم أشكرك جزيلا سيدة إقبال أحمد علي المتحدثة باسم هيئة الدفاع عن المعتقلين من قيادات لجنة زالة التمكين كنت معي من الخرطوم وعبر الأقمار الصناعية شكرا جزيلا شكرا جزيلا كتا خير إذن نتواصل معكم مشاهدين الكرام وإلى ملف آخر بعد فاصل قصير